تساؤلات عديدة وتخوفات أكثر من عودة الأعاصير المدارية لضرب مناطق السواحل الجنوبية الشرقية لليمن جراء اضطرابات البحر الناتجة عن اقتراب الإعصار كيار الإعصار كيار الذي يعرف أيضا بإعصار النمر يعد واحدا من أكثر الأعاصير خطورة على سواحل اليمن وعمان وأكثرها تدميرا بعد أن بات على مشارف الدخول تحت تصنيف الدرجة الخامسة بحسب خبراء في مركز الأرصاد الجوي يقول راصدون جويون أن الصور الأقمار الصناعية تظهر تكوين الإعصار وإن المدى البحري المصاحبة له يمكن أن يضرب السواحل الجنوبية الشرقية لليمن ومن المتوقع استمرار اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في بحر العرب بشكل عام مع اقتراب الإعصار من اليمن زادت تخوفات الناس من تأثيره على السواحل وخصوصا في حضر موت الأمر الذي جعل مصلحة قوات خفر السواحل هناك تطلق تحذيرا من الاقتراب من البحر خلال الأيام القادمة المصلحة دعت الصيادين إلى عدم الإبحار الغرض لاستياد وحذرت المواطنين من السباحة على امتداد الشريط الساحلي على بحر العرب الحكومة وجهت بتشكيل لجان ميدانية وغرف طوارئ وفرق إنقاذ تحسبا لأي خسائر قد يسببها إعصار كيار في محافظات حضر موت والمهرى وسقطرى وشبوى وأبيا وعدا فيما دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن لزا جراندي إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لتوفير كافة الاحتياجات الإغاثية والطبية والإيوائية اللازمة حالة من التوجس والترقب يعيشها الناس نتيجة الأخطار التي قد تصيبهم أو تصيب ممتلكاتهم جراء الإعصار وتزايد للتخوفات من تكرار كارثة إعصار لبان الذي ضرب العديد من المحافظات الساحلية موقعا الكثير من الخسائر في الفترة الماضية